نهاردة الأهلي للأسف في مستهل مشواره بدور المجموعات بدور أبطال أفريقيا بيخسر خارج ملعبه أمام الهلال السوداني بهدف دون رد هدف لمكابل ليبو سجله في الدقيقة 53 مباراة بصراحة كانت في متناول النادي الأهلي تحديداً الشوت الأول قدم النادي الأهلي أداء أفضل كثيراً من نادي الهلال الشوت الثاني مغاير تماماً تماماً لما حدث في الشوت الأول أهلي ضعيف بدنياً أهلي ما عندوش ترابط في الخطوط أهلي دون فرص حقيقية كثيرة وبالتالي كان هدف بخطأ من محمد الشناوي سجله مكابل ليبو من ضربة سبتة فاز به الهلال الأداء البدني والهبوط البدني للنادي الأهلي ربما يكون مفهوم نسبياً 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 تلاجع من كاسة عامل الأندية مشاركات قوية جداً الأمور كانت صعبة جداً صحيح الفريق خديوا من راحة بعد كاسة عامل الأندية بس ممكن نتفهم الحالة البدنية للفريق في الشوت الثاني ممكن بس مش من أول الشوت الثاني هي الفكرة أنه الأهلي من بداية الشوت الثاني كان واقع جداً بدنياً وكان الهلال أفضل في كل شيء وأداء ما كانش متوقع في الشوت الثاني تحديداً الشوت الأول كان أفضل كثيراً عموماً عموماً هي مباراة خسارها النادي الآتي والمباراة أمس كان محتاج فيها الزمالك الفوز بشكل كبير جداً على المديخ وأيضاً الفوز كان متناول ومازال ومازال النجاعة الهجومية لنادي الزمالك فيها كثير من المشاكل التكتكية والفناء والفردية وفريرة محتاج يعمل شغل كتير في ده ومرة أخرى فكرة إنه الزمالك مؤتمد على أحمد مصطفى زيزو في الأسستات في الأهداف في النشاط في كل حاجة دي حاجة ما ينفعش تدوم طويلاً ليه؟ نحن مصطفى زيزو مبارح ما كانش في أحسن أحواله طبيعي زي أي لعب في العالم ممكن ما يبقاش في أحسن أحواله في إحدى المباراة أو في المباراتين أو في ثلاثة أو لوقت طويل وارد مين بقى اللي عنده الحلول في الزمالك بعد زيزو؟ مين؟ ليش؟ ممكن شكبالة شوية طبعاً بلمساته للسحرة العظيمة بس لو فيه ولو في أماكن جيدة في أرض الملعب مين تاني؟ مين ممكن يدي حلول؟ عندنا أمال طبعاً في سيف جعفر في المستقبل إنه يتحسن ويبقى أفضل كمان من المستوى الجيد اللي بيقدمه دلوقتي بس الحلول غيبة في نادي الزمالي غيبة تكتكية وفردية بصراحة بس بصراحة لسه المشوار طويل طويل فنهدى بس يعني الناس اللي بتنتقد الزمالك بكسوة اهدوا يا جماعة عشان لسه فيه مباراة مهمة جاية الناس اللي النهاردة مسكت الأهل وألعابيهم وكأنهم مش هو الأهل وألعابيهم ولا مدربهم اللي كانوا مكسرين الدنيا وكانوا عاملين أداء محترم في كاس عامل أندية عشان خسروا مباراة النهاردة لسه برضو المشوار طويل لو سألتني أقول لك أنا ما بفعمش الأهل والزمالك مع كامل الاحترام للمريخ والهلال وباقي الفرق في القرى الأفريقية لما الأهل والزمالك ينزلوا مباريات أفريقية وما يكونش هما الطرف المهيمن على المباراة المهيمن مش عارف الكلمة وصلة ولا لأ اللفظ نفسه مهيمن اللي هو أنا طولا وعرضا من الدنيا الأولى لحد الدنيا 90 أنا أجمد وأنا أقوى وأنا بالتاريخ وبالحاضر ما بفهمهاش دي ما بفهمهاش بس خلي الأمور تتحسن الفترة اللي جاية إن شاء الله